كرت الرسوميات هذا قيمته ٥٩٩٠٠ ريال وهو Aorus GeForce RTX 2080 Ti Extreme 11G اسم طويل ولكن نأتي مع خصائص كثيرة دعونا نتعرف على الكرت السبب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم فيصل السيف وإنفيديا في أواخر السنة الماضية أطلقت كروت RTX الجديدة بالعادة مع أطلاق أي كرت يتجه المصنعين لتصنيع نسخ احترافية من هذه الكروت تتميز بتحسين التبريد وزيادة المنافذ مع إضافات أخرى مثل إضاءة الـ RGB على سبيل المثال وغيرها من الإضافات عموماً الكرت الذي سنتحدث عنه هو Aorus RTX 2080 Ti Extreme 11 جيجا بايت من جيجا بايت ويتميز هذا الكرت بتحسينات عديدة أبرزها يمتلك ثلاث مراوح للتبريد بالتقنية الـ Windforce ويأتي بإضاءة الـ RGB Fusion 2.0 قابلة للتخصيص ويأتي أيضاً مكسور السرعة بشكل مسبق من ناحية جودة التصنيع الكرت من الجهة الخلفية مصنوع من المعدن وعليه شعار الأوروس بإضاءة الـ RGB ومن الأعلى يأتي بغطاء بلاستيكي للمراوح وفي المنتصف عليه شعار الأوروس بإضاءة الـ RGB وعلى فكرة المراوح في الكرت أطرافها تأتي بإضاءة الـ RGB الكرت يمتلك نظام تبريد الـ Windforce ويأتي بثلاث مراوح 100 مليمتر مراوحتين تدور باتجاه واحد والمراوح الوسطى تدور باتجاه معاكس وهذا الشيء يعطي تبريد أفضل وأسلس أيضاً بحسب جيجا بايت الكرت يمتلك أنابيب نحاسية خالصة متصلة بالمعالج الرسومي تعطي نتائج أفضل في التبريد وأيضاً هذه الأنابيب تغطي دوائر الطاقة مباشرة من خلال طبقة معدنية كبيرة للحصول على أفضل تبريد الكرت يأتي بذاكرة 11 جيجا بايت من نوع GDDR6 تردد الكرت 1770 ميجا هيرتز الكرت يتميز بامتلاك سبع منافذ للعرض وهي كالتالي ثلاث منافذ DisplayPort 1.4 ثلاث منافذ HDMI 2.0 ومنفذ USB Type-C قادر على تشغيل خوذ الواقع الافتراضي مباشرة دون الحاجة للأدابتر كرت الأوروس GeForce RTX 2080 Ti Extreme 11G يأتي بمعمارية تيرينج من انفيديا والتي قدمت تقنيات عديدة أبرزها تقنيات Ray Tracing والتي تقدم تأثيرات وانعكاس الضوء والظلال لإخراج تأثيرات واقعية في الألعاب وتقنية DLSS والتي تستخدم الذكاء الصناعي في رندرة الصور لتحصل على مظهر وتنعيم أفضل للصور وفي نفس الوقت هذه التقنية تعطي أداء أفضل في الألعاب الكرت يدعم تقنية G-Sync وطبعاً متوافق مع الواقع الافتراضي أيضاً الكرت يدعم DirectX 12 والOpenGL سواء 4 أو 5 والVulkan الكرت يدعم تقنية NVLink SLI والتي تتيح تشغيل كرتين مع بعض في نفس الوقت عادي إذا تبعون الحركة هذه أبشروا أعطوني لايكات وأبشروا أن نفعل فيديو في اثنين من الكروت محطوط عليهم NVLink طبعاً أداءها يعتمد على اللعبة نتيجة ولكن أريد أن أجرب الشيء ذلك فالموضوع أراجع لكم الكرت سعره حوالي 1226 باوند يعني تقريباً 5900 ريال 1574 دولار ويأتي معه ضمان أربع سنوات بحال أنك سجلت الكرت في موقعهم الرسمي إيجابيات هذا الكرت تصميم الجميل ونظام التبريد الممتاز سرعته مكسورة من المصنع ويمتلك منافذ أكثر من النسخ العادية أما من ناحية السلبيات ستواجه صعوبة في الحصول عليه وسعره نوعاً ما متذبذب نهاية الفيديو وكل فيديو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته